البارحة القنوات الولئية شغلت بانا وقلقتنا بالخطاب التاريخ المنتظر لسماحة الشيخ الأمين داما رعبا وبما أنه هالسنة الحرب شاد حزاما علينا والكهرباء على حالها توقعنا أنه سماحت هالمرة يخلي النقاط على الحروف ويوضع حد لمهزلة الكهرباء والنقص الواضح بالخدمات وخصوصا بالمحافظات التي دعمتها وصوتت لقائمتها الانتخابية أو توقعنا على الأقل لطالب الحكومة بالاستقالة أو ليفاء بوعودها وحل هذه المشكلة المستعصية اللي خلت الناس تمشي وتهلوس لوحدها من شدة الحر وذا نتفاجأ بسماحته يحذر وينذر الولايات المتحدة الأمريكية ويهددها بضارب مصالحها في حال دعمها الكيانة الصهيوني بحربها المرتقبة مع حزب الله وما ندري سماحته جادب تهديد هذا لحالة حال العنتريات والهنبليات السابقة اللي شبعنا منعته فإذا مثل كل مرة فخليه منا الباتر الظهر يحتي أما إذا بالفعل يقصد كلامه فالظهر سماحته لا يعرف الكوارث اللي يريد يودينا لها أو بالأحرى هل يتصور أن المصالح الأمريكية عشيرة يدقها أو مول يحرقها أو مطعم يقتحم بابه ويكسر أثافه ثم إحنا شنو حزب الله وتريد تخلي مصير البلد بأكمله على حافة الهاوي وشنو اللي رح نقبضه إذا ضامننا أو ما ضامننا اللي أوقت إحنا نظل ندفع ثمن أمور إحنا ما لنا علاقة بيها وما تخصنا أصلا وعلى شنو نخلي نفسنا بوجه المدفع بفاتحة خسرانة وشو وقت نخلي العراق أمام عيوننا ونشتغل الخاطر عيونه والخاطر هذا الشعب اللي خلص حياته ينزف دم بسببكم اشتركوا في القناة